اهلا بكم مشاهدين الكرام إلى فقرتي ضيف التحرير على إثر الارتفاع الكبير في أسعار عدد من المواد الغذائية الحكومة تباشر مجموعة من الإجراءة لمواجهة هذا الارتفاع وحماية القدرة الشرائية للمواطن وضمان تمويل الأسواق بالمنتجات الغذائية اللازمة من خلال تفعيل لجنة وزارية مشتركة رفعة المستوى لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار تعمل بشكل متواصل إلى غاية انقضاء شهر رمضان بغرض تتبع وضعية تموين الأسواق الوطنية ومستوى أسعار المواد الأساسية ومعالجة الإشكالات وتأطير وتعزيز تدخلات المصالح المكلفة بالمراقبة وبحماية المستالك وآليات التنصيق بين مختلف الإدارات والهيئات المعنية لمناقشة هذا الموضوع يحضر معنا الأستاذ نبيل شوقي مدير تنمية سناسل الإنتاج بوزارة الفلاحة والصيد البحري وتنمية القروية والمياه والغبات مرحبا بكم أستاذ شوقي شكرا على الاستضافة شكرا لتلبية دعوة هذه الفقرة وطبعا قبل المرور إلى إبسط الإجراءات الحكومية المتخدة من أجل كبح جماح هذه الأسعار التي مست مجموعة منها المواد الأساسية نعرج بداية على الأسباب وراء هذا الارتفاع في نظركم لماذا بالضبط في هذه الفترة من السنة ارتفعت أسعار مجموعة من المواد الغدائية خاصة ذات الاستهلاك المتفع من قبل المغاربة هو فعلا في الأسباب الماضية عرفت مجموعة من المواد الأكثر الاستهلاك في المغرب واحد الارتفاع ولكن هذا الارتفاع بيتنأكد بأن هذا الارتفاع هو ضرفي ويعني الحالة والأتمينة يعني غادت تعود للمستويات ديالها الطبيعية يعني في الأيام المقبلة المواد اللي كيتكلموا عليها المواطنين هي اللحم كيتكلموا على كذلك على الخضروات الأساسية واللي هي الطماطم والبصل والبطاطس فيما يخص اللحم الأسباب ديال الارتفاع يعني هي أسباب متعددة مجموعة من العواميل اللي أدت لهذا الارتفاع في الأتمينة ديال اللحم العامل الأول هو الجائحة ديالكورونا لأن مليكنا في الجائحة ديالكورونا هذا الانتاج ديال القاطع الوطني اللي كان نجوه عبر هذا البرنامج ديال التلقيح الإصطناعي العمليات ديال التلقيح الإصطناعي نقصت بزاف من اللي كانت كورونا بسبب يعني حضر التنقل وبالتالي هذه العمليات ديال التلقيح الإصطناعي اللي كانت كتعطينا يعني الأبقار والعوجود اللي كانت مشي لتسمين ومن بعد كتدباح باش يكون عندنا باش تكون عندنا اللحم العمليات نقصت وبالتالي التولد نقص هذا العامل الأول العامل الثاني هو مرنا بواحد جوج سنوات ديال الجفاف والسنة الماضية يعني كان جفاف حد هذا شيء تزامن كذلك مع الارتفاع ديال الأسعار ديال الأعلاف ديال المشي في السوق العالمية الشيء اللي ادى يعني لبعض يعني بعض المربين أنهم يعني اللي كان مثلا كيوكل كي يعطي للقاطع دياله مثلا واحد لغاسيون في المهار من اللي ارتفاع الأسعار يعني نقصت هذيك لغاسيون وبالتالي حتى ذاك الوزن ديال العجل قبل ما يتدبح نقص دونك هذي شيء الدايران خفاض يعني ديال اسميته في هذا فلوفرة ديال اللحوم السبب الثالث وكان ظن هو يعني أهم سبب هو يعني الأزمة اللي عرفها قطع الحليب من اللي كانت يعني الجائحة ديال كورونا كان الإقبال على الحليب كان نقص واحد لوقيته كان نقص بسبب يعني ضعف القدرة تراجع القدرة الشرائية ديال المواطنين احنا عرفنا الأسباب الأسباب علاش إذا من اللي نقص الطالب على الحليب هذيك المربين اللي كانوا يعطيوا الحليب ديالهم لهذيك المصانع باش يتحول الحليب باش نحول الحليب ما بقاوش القول من يعطيوا الحليب ديالهم لأن الطالب نقص الشيء اللي يدفعهم اللي يدفعهم أنهم هذيك القاطع اللي كان كيعطينا الحليب مشا توجه لدبيحة من اللي توجه لدبيحة هذه العجلات اللي كانوا يعطينا الحليب وكانوا يولدوا كذلك من اللي يولدوا يا إما يعطينا الإينات اللي استمروا في إنتاج حي ولا يعطينا العجول هذه العجول هي اللي كانت تتمن باش يعني تتمون السوق من اللحم يعني هذه هم الثلاثة دي الأسباب الرئيسية لإدت إلى ارتفاع الأتمينة دي اللحم طيب بالنسبة للخضروات لأنها ارتفعت مرة واحدة واش فقط يعني الأسباب هي مرتبطة بالظروف المناخية بأنه كانت أسباب أخرى مضاربة في الأسعار بالنسبة للخضر احنا غير بغيت نبيين بأن الوزارة دي الفلاحة في البداية دي كل موسم يعني كتتوضع وكتتبع واحد البرنامج دي زراعة الخضروات ويعني التتبع دياله يعني الوضع دياله على على الفصل كان بدون من فصل الخريف وكان سريه في فصل الصيف بالنسبة للطماطم ولا بالنسبة للمساحة يعني المزروعة اللي زرعنا يعني في الفصل الخريفية واللي هي كتمول السوق حاليا زرعنا واحد تسعين ألف هكتار تقريبا من الخضروات الخريفية تسعين ألف هكتار كان واحد يعني واحد واحد من الخفاض ديال الخمسة في المياه مقارنة مع الموسم الماضي بالنسبة للطماطم زرعنا تلتالاف وتسعمائة هكتار هاد تلتالاف وتسعمائة هكتار هي اللي غادي تعطينا الانتاج اللي كيناف في الجهة ديال ديال ديالسوس مسا وهي اللي كتعطينا الانتاج من بداية أكتوبر إلى غاية شهر ستة شهر جمعة الطماطم تأثرت بالحالة بالظروف المناخية إلا لحظته في الشهر ديال نوان بير وبداية شهر دو جنبير يعني كانت واحد الحرارة مرتفعة وكان واحد الانتاج كتير اللي يخرج للسوق الشي اللي يدى إلى انخفاض الأسعار ابتداء من العشرية الأخيرة ديال شهر يناير إلى غاية الأسبوعين الأولين ديال شهر فبراير عرفنا واحد طقس بارد لمعمره شحال هذه ما كان في المغرب هاد الطقس البارد كيأثر يعني على النج ديال الطماطم بحيث أن الانتاج كان قص وبالتالي بما أن الانتاج نقص يعني حتى الانتاج نقص إذن سعر ديال الطماطم غيرتفعة في السوق لأن كما تعرفوا كان العرض والطلب منك يكون العرض نقص طيب نظرية أنه تصدير بعض المواد هو اللي أدى إلى ندرتها في السوق المحلية لا ماشي 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 هذا هو السبب ماشي هذا هو السبب اللي كيقول بأنه تصدير أولي أدى إلى ندرتها في السوق المحلية السبب الرئيسي كما قلت لك هو يعني الطقس والبرودة هي اللي أدت إلى نخفاض يعني هاد 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 العرض وبيتالي ارتفاع في الأسعار إذا تكلمنا على البطاطس البطاطس وضعناه واحد البرنامج ديال اللي زرعناه في الخريف ديال 22 ألف هكتار 22 ألف هكتار كان واحد من خفاض بسيط ديال 1.5% مقارنة مع السن ماضية السن ماضية ديال 22 ألف هكتار شنو السبب علش نخفضات هاد المساعات المزروحة بهاد الألف هكتار لأنه كان واحد كان واحد على استعمال مياه الفرشة المائية في بعض المناطق ديال الانتاج منها مثلا دوكالة منها جيها ديالتادلا ومنها كذلك شيشاوة هاد هوا مناطق كنت نشفيها فيها البطاطس من اللي كان هاد القيود على استعمال مياه الفرشة المائية كان خفاض يعني في المساحة وكذلك كان هناك يعني ارتفاع في مدخلات الانتاج كعين الأدوية اللي ارتافع التامان ديالها وكعين الأسميدة العزوطية اللي كذلك ارتافع التامان ديالها اللي تضرب في ثلاثة المرات مقارنة مع الأتميناء العادية هاد شيء أدى بعض الفلاها الى أدم استعمال هاد الاسميدة وهذه الأدوية كما استعملها وكما استعمل كميات قل من كميات التي ستستعمل هذا الذي أدى إلى ضعف في الإنتاجية وبالتالي نخفض طفيف في الإنتاج ولكن مع دخول بعض المناطق في الإنتاج التي هي اللوكوس والغرب سيتوفر المنتوج في الأيام المقبلة والأتمينة ستتقافض وترجع المستويات للطبيعية لأنه إذا فصلنا في حقيقة سنستهلكم لحيز مخصص الإجراءات أخرى مثلا في مواجهة موجة الارتفاع في المواد التي شرتم أنها يكثر عليها الطلب وسيكثر عليها الطلب في شهر رمضان الكريم كانت هناك مجموعة من الإجراءات من أجل مواجهة أولا على مستوى تأمين اللحوم الحمراء ورفع رسوم الاستيراد وحاليا بدأت مجموعة من ربما شحنات القادمة يعني من مجموعة منها الدول يعني إجراءات في هذا المجال من أجل تأمين اللحوم هو بالنسبة لحوم الإجراءات مش عاد بدينا كنأخذها الإجراءات بدينا كنت أخذها إلا بغيت نقول لك بداية من سنة 2020 من يعني يال فبراي 2020 الإجراءات التي أخذنا أولا كان دعم ديال العلاف بالنسبة للمربين باش نقصه من تكلفة ديال الإنتاج وهذا العملية بدأت كما قلت لك في البداية ديال سنة 2022 وهي مستمرة يعني إلى غاية إلى غاية الآن الإجراء الثاني هو دعم استيراد الأبقار ديال الحليب وكذلك الأبقار ديال الحليب اللي كتنجمح الليان كين واحد دعم ديال الدولاء في هذا الأساس باش نكتفوه من من القطع الإجراء الثالث هو يعني رفع رفع ضريبة على القيمة المضافة ديال هذو كل الأعلاف البسيطة اللي هي مثلا تفل الشمندار ولا نخالة ولا الدورة ولا المهم هذو ترفع لهم الضريبة على القيمة المضافة كين كذلك إجراء مهم له هو منع دبح الإنت دبح الإنت ديال الأبقار لأنه يلي كتتمكنها باش نشكله يعني القاطع ديالنا والإجراء للآخير واللي اتخذت الحكومة هو رفع الرسم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على العجول المستوردة والموجهة للدبح بواحد الحصة ديالي 200 ألف 200 ألف 200 ألف رأس وهذا يعني هذا العجول ربدا تدخل ابتداء من الأسبوع الماضي وهي اللي غادي تمون السوق وغادي يمكن باش أن يعني اللحوم تكون بواحد الكيمية كافية اللي غادي تساهم يعني باش الاتمينة ديال اللحوم يعني تنخفض الأسبوع المقبئة وراه بدأت كأن تنخفض يمكن المواطنين اللحظوها في السوق بحيث أن الثمن اليوم يعني الخروج من المجازير كيمشي ما بين 70 أو 75 درهم الكيلوغرام نعم طيب فيما يخص المراقبة وكذلك يعني محاربة المضاربات والاحتكار كانت مجموعة من الليجاة المشتركة وعطي فقط بعض الأرقام أنه تمت مراقبة أزيد من 45 ألف نقطة للبيع بالجملة والتقسيط تحرير ما يقارب 2500 مخالف من مجال الأسعار بإضافة إلى حالة بعض الأمور على المتابعات القضائية يعني كان تفعيل المراقبة هل في نظركم استطاعت أن تحدى شيئا ما من المضاربة من تخزين بعض السلاح حتى يرتفع تمنى أكثر؟ هي توضعت واحد للجنة ديال اليقظة يعني اللي كيشرف عليها السيد وزير الداخلية يعني بتنسيق مع القطاعات المعنية وزارة التجارة الصناعة وزارة الفلاحة المكسب الوطني السلامة الصحي لمنتجات غدائية وهذا يعني هذا الليجان راكت تخرج للأسواق باش تراقب وتشوف الحالة ديال التموين ديال الأسواق وكذلك باش تشوف الأتمينة وتحارب يعني ذاك المضاربات والاحتيكار اللي كيكون على بعض الموارد الغدائية وكان ضمن هاد يعني العمل اللي كتقوم به هاد اللجنة بداك يعطي يعني لأكل دياله بحيث شفنا بيعنا مجموعة من المحتكرين ولا مجموعة من اللي بي في كانوا تداروا إلى آخره باش يمكن نحاولوا نحاربوا هاد الاحتيكار وهاد المضاربات طيب فيما يخص يعني السياق أو للحديث الدائر حاليا حول أن بعض سلاع تباع يعني الوسطة تباع مرات عديدة حتى الوصول إلى البائع بالتقصيد وهذا ما يرفع ربما أتمان في حلقات لا جدوى منها يعني في سيقة أو في سياغ أو في مسار التسويق وسيد الوزير شارة يعني على يعني معرض آليوتيس إلى أنه سيتم التشديد في هذه المسألة هل يعني بدأ العمل على هذه المسألة أنه حتى تفادي الوسطة الذين يضاربون في الأثمنة دون جدوى يعني دون أن تكون لها أي إضافة هاد شف الحقيقة هذا مشكل لخصو 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 لتحرب لأن نملكة نشوفه مثلا المنتوج الفلاحي كيتباع مثلا في مناطق الإنتاج ونملكة يخرج من عند الفلاح بوحد ثمن وكيوصل المستريك بوحد الضعف ديال الثمن ديره يعني هذا مشكل لخص يعني خص تدافر الجهود ديال جميع القطاعات المعنية باش أننا يمكن نحاربوا هاد المضاربات اللي كيستفذوا اللي كيستغلوها بعض يعني بعض المضاربين خصنا نحاربوها وكان ظن بأنه بدأ يعني التفعيل ديال هاد المحاربة هاد المضاربات باش يمكن أن ذاك يعني ذاك ذاك السعر والله ذاك اللي السعر ما بين المنتج وما بين المستريك يكون يكون مقبول ما يكونش يعني واحد ارتفاع كبير ولا واحد فرق كبير ما بين الثمن باش كيبيع الفلاح والثمن باش كيشري المستريك نعم طيب يعني هناك حديث دائر حول أنه تأخر ربما بعض الإجراءات التي كانت يمكن أن تحدى جزئيا من هذا الارتفاع أو موجة الارتفاع في الأسعار هل غابت الخطوة الاستباقية عن عمل الحكومة في هذه المسألة في هذه الضرفية التي عرفت يعني زيادة في الأسعار مجموعة من المواد الغدائية شوف قصنا نفهمه قصنا نفهمه واحد حاجة القطاع الفلاحي يعني ماشي بحال القطاعات الأخرى اللي كانت تكلموا عن القطاع الصناعي مثلا عندك كتأخذ مدخرة الإنتاج عندك واحد الخط ديالتصنع كتدخل هدوك مدخرة الإنتاج والمنتوج النهايك تعرف شنو غد يتخرج في الآخر خطين تجدلك بالنسبة للقطاع الفلاحي الفلاحي كيتأثر مجموعة من العوامل مجموعة من العوامل منها يعني الأمراض اللي يمكن تصيب يعني تصيب النباتات ولا الحيوانات منها كذلك الظروف المناخية الطقس الأمطار جاءت كثيرة جاءت قليلة جافافة إلى آخره من اللي الفلاحي يزرع يعني الحبوب دياله في شهر عشر أو شهر حداشر وكي وكي يجني في شهر خمسة العام كاملي قدر يكون مزيان الأمطار مزيانة وكل شيء مزيان ولكي لجاك الشرقي مثلا في شهر خمسة أملي تقرب تحصد 50% 60% ديال إنتاج ديالك نعطيك مثال آخر من اللي كان قوله العاملي فات ورا كل شيء لحظة العاملي فات بالنسبة للزيتون وبالنسبة للحواميد في شهر ثلاثة أملي كي بدأ ينور يخرج النوارة كان واحد الصد واحد الحرارة اللي غير مسبوقة شنوقع هذيك النوارة طحت تأثير ديالها شنو هو الإنتاج نخافض بـ 50% ديال الزيتون وديال الحواميد هذي شعرش كنشوفه في السوق حاليا بأن الأسعار ديال زيت زيتون ديال زيت زيتون طيب فوقش بدأ المشكل بدأ قلنا مليجة مليجة كورونا كورونا في مارس 2020 مارس 2020 مليجة كورونا كما قلنا هذك تلقيح الاسطناعي نقص كان مشكل ديال طلب على المواد الغذائية منها الحليب اللحوم إلى خير نقص وغيركم شتو وخاء الإنتاج وإلا وخاء طلب نقص والإنتاج متوفر ما كان شيء خاصة في الأسواق قاع المواد كاملة كانت موجودة الحليب اللحوم جميع المواد الغذائية كانت موجودة وفراء وبأتمينة اللي ما عرفتش ما عرفتش إلا بعد المواد اللي كانت صور دياله من الخارج بحال زيوت المائدة إلى خيره 2021 ما نوقع في 2021 كان ذاك نقص واحد شوية نسبيا الحالة الوبائية تحسنات نسبيا الطلب زاد على المواد الفلاحية والمواد الغذائية عامة كانت سنة يمكن نقوله أحسن من المتوسط الفلاحية كنا كانت منه أن الموسم ديال 2021 2022 يكون موسم جيد ولكن للأسف هالي الموسم ديال 2021 و2022 كان موسم الأكثر جفاف في 30 سنة الماضية الشيء اللي أثر على يعني على المفورة المفورة الكلائية هادش تتزامن كذلك مع ارتفاع أعلاف المشيئ في الأسواق في الأسواق العالمية لكون كان موسم جيد ديال 2021 و2022 يمكن ما نحتاج على هالإجراءات اللي هم غير يكون متوفر اللي هم غير يكون كل شيء يكون متوفر ولكن بسبب هالظروف المناخية الصعبة ذاك شيء علاش أسميته علاش علاش وقع هذا المشكل ابتداء من 2022 حنا وصلنا بتداء من 2022 من اللي عرفنا بأن تطلت تساقطات المطارية تخرط تساقطات المطارية وعرفنا بأن الموسم غير يكون جاف مباشرة بداية 2022 الحكومة بدأت افتخذ الإجراءات الإجراءات اللي اتخذت الحكومة بطبيعة الحال ذاك البرنامج الاستعجالي اللي كانت وضعت الحكومة بطلا من صاحب نصر الله ديال يعني البرنامج الاستعجالي من أجل الحد من قلة تساقطات المطارية اللي كان فيه توزيع العلاف كان فيه توريد المشياء وكانوا فيه مجموعة من الإجراءات من بعد إجراءات قرار درتها الحكومة هي كما قلنا ديال رفع دعم استيراد دعم استيراد الأبقار الحلوب دعم استيراد حتى وصلنا يعني الإجراء رفع رسم جمهور نحن على بعد أسبع قليلة من شهر رمضان يعني هناك هاجسين بالنسبة للمواطن المغربي أن يكون هناك كل يعني ضروريات تموينية متوفرة في السوق وأن تكون بأتمنى معقولة هل يمكن أن تتحقق هذه المعادلة معادلة ربما حاليا اللي هي صعبة شوف كل تدابير تم الاتخاذ ديالها باش السوق الوطني يكون التموين دياله كافي في الشهر ديالرمضان وباش كل الأتمينة كذلك مناسبة وهذه الأزمة اللي عرفناها ديالرتيفة على الأسعار في الخضار نحن جاوزناها لأن كيف ما قلنا الطقس بدأ كيتحسن إذنك الإنتاج غد يكون غد يكون متوفر بالنظر يعني كما قلت المساحات المساحات المزروعة بالنسبة اللحوم المشكل كذلك غد يتحل مع هذا الاستيراد ديالعجول من الخارج الحليب وقعت واحد الأزمة ثلاثة أو الأربعة ديالأسابيع ما كان الحليب يعني متوفر بالكمية الكافية الحكومة اتخذت إجراءات سريعة باش ترجع يعني الاستقرار ديالستيسيلة وتوفير الحليب المواطنين وكن أكد بأن الحليب غد يكون بفضل إجراءات التي اتخذت الحكومة أن الحليب غد يكون متوفر في الشهر ديالرمضان بالنسبة المواد الأخرى مثلا تمور موجودة متوفرة يعني بشكل كافي والأتمينة ديالها كذلك مناسبة يعني جميع المواد الأكثر استهلاك في رمضان ستكون متوفرة في السوق الوطنية وبأسعار مناسبة نعم طيب حتى اللجنة اللجنة اليقضاء التي يرأسها سيد وزير الداخلية هي ستواصل نهاية شهر رمضان من أجل ربما محاربة جميع السلوكيات التي تمثل قدرة الشرائية للمواطن يعني كي تتكامل ربما الجانبين جانب دعم المواد أو الحرص على وجودها بكفاية للمواطنين وكذلك لتسويقها بأتمنى يعني معقولة طبيعة الحال الجنة قادرة ستشتغل من ناحية رمضان وغير تشتغل كذلك من غير رمضان يعني تبقى تشتغل يعني طول 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 سنة كين اللجنة ليقضاء وكين كذلك المصالح ديال المكسب الوطني السلام الصحية المنتجة الغذائية اللي كيصهروا كذلك على الجودة ديال المنتوجات يعني المعروضة باش تكون يعني الجودة ديال هذيك المنتوجات وتكون يعني كذلك الأسعار هذه المنتوجات يعني في متناول يعني المواطنين وما يكون هذا الاحتكار والمضاربات كذلك ربما ولو أنه خارج ربما هذه المسألة مسألة الأسماك يعني وأتميناتها التي ترتفع بشكل كبير ولو أنها خارج ربما اختصاصكم ولكن لماذا هذا الارتفاع مع كل شهر رمضان من الأتمينات تضعف إلى يعني مستويات خيالية أنا كنتظن هذه الشركة الدار يعني بالنسبة للمنتجات الفلاحية وكذلك يعني اللحوم والحريب بالآخر نفس يعني الاشتغال الذي يكون كذلك على المنتجات يعني دي الصحر البحري وكان واحد الاجتماع كان كان طرأسه السيد الوزير يعني في المعارض دي الاليوتيس مع يعني مع المهنيين اللي أكدوا بأن هذه السنة هذه غد يكون يعني غد يكون يعني المنتجات يعني البحرية يعني متوفرة بكمية كافية والأسعار ديالها تكون كذلك في متناول يعني المستهلكين ربما الإجراءات لن تؤتي أكلها ربما إلا ما كانت مواكبة يعني بحس مواطنة من قبل خاصة ربما الذين يضاربون في الأسعار ويضاربون في الأتمنى يخزنون السلع ويمارسون بعض الممارسات ربما المنافية ربما لعادة المغاربة وأخلاق المغاربة طبعا أجل بلوغ الهدف أنه السوق لا يعرف أي انقطاع في المواد الغدائية وكذلك بأتمنى تتناسب القدرة الشرائية المواطنة المغربية هذه الزيادات في الأسعار وكان نظن أن هذه اللجنة التي تودعت ستضرب بيد من حديد كل من سولت له نفسه أنه يحتكر ويضرب في الأسعار ويرفعه طيب هذا الرقم الذي يجى مثلا أنه فقط منذ بداية السنة إلى حدود اليوم أزيد من 45 ألف مراقبات وعدد كبير منها ما يقارب الـ 5000 تم تحرير فيها مخالفات منها مخالفات إدارية بعض المخالفات أو ممارسات يستشرت في صفوف نصيب من المجتمع المغربي أنانية في الاستهلاك هشغل نقول لك كما قلنا هذا شيء مخصوش يكون للأسف نشوف هذه المضاربات وهذا شيء مخصوش يكون رغم المول لأنه هذا شيء ليس لدينا كهذا الشعب المغاربة ليس لدينا من شيئا من المغاربة وكان نظن أن العمل لجنة اليقضاء هو عمر جيد كما قلنا وقد نحرب هذه الأعمال وهذه المضاربات نتمنى أن رسالة تكون وصلاة المشاهد وأشكركم جزيلا شكرا أستاذ نبي شوقي مدير تنمية ثلاثي لإنتاج بوزارة الفلاحة والصيد البحري وتنمية القروية والمياه والغابات على مشاركة منتكم القيمة وهذه التوضيحات الشكر بوصولك مشاهدنا كرام على طيبة المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة